معتبرا أنها تجسل انطلاقة مرحلة جديدة من التعاون النوعي في مختلف القطاعات ضمن إطار العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين الممتدة لأكثر من قرن من الزمان قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي والعهد نائب القائد الأعلان نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إن مملكة البحرين وضمن المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تحرص دوما على خلق الفرص النوعية للمزيد من التقدم والتطور بما تمتلكه من إمكانيات مشيرا سموه إلى أن المملكة تحرص كذلك على الاستثمار في علاقاتها القوية مع الدول الشقيقة والصديقة لتدعيم البيئة الخصبة الداعمة للنمو بما يلمس أثره المواطن في مختلف النواحي وأشار سموه إلى أن العلاقات البحرينية الأمريكية تمتلك رصيدا غنيا من التعاون والتنسيق على الصعود الاقتصادية والتجارية عززته اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي مر عليها عشر سنوات وحققت مردودا كبيرا في تضاعف مستويات التبادل التجاري بين البلدين كما كان لها أثر في تعزيز الموقع التجاري للمملكة ودعم النشاط التجاري للولايات المتحدة في المنطقة وخلال حضور سموه حفل الاستقبال الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال البحريني الأمريكي الذي شهد تدشين اتفاقيات هامة في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والنفط والطيران أشار سموه إلى أن ما تتميز به مملكة البحرين من خصائص الانفتاح الحضاري إضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز قد عزز من إمكانياتها وقدراتها على التطور والتأقلم مع متغيرات العصر وتعزيز بيئتها الجاذبة للاستثمارات منوها سموه بأن وجود 200 شركة أمريكية تضم كبريات الأسماء العالمية تعمل في مملكة البحرين من المؤشرات الهام على ما تتسم به المملكة من مقومات اقتصادية ترتكز على أسس قوية من البرامج والتنظيمات الداعمة لها واستذكر سموه اتخاذ شركة أمازون لخدمات الانترنت البحرين مقرا اقليميا لها في سبتمبر الماضي كمثال قوي على ذلك وقال سموه إنما تواصل مملكة البحرين القيام به من جهود تنموية وتطويرية استوعبت المستجدات وتعاملت معها بصورة تخلق الفرص ذات القيمة المضافة وفي إطار ذلك عملت على تعزيز دور القطاع الخاص وععادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص بالنمو كما قامت بالتركيز على عدد من القطاعات ذات المردود العالمي وهي القطاع المالي والقطاع اللوجستي والقطاع الصناعي وريادة الأعمال وتقنية المعلومات والسياحة منوها سموه بأن الاتفاقيات التي تم توقعها اليوم تأتي لتتسق مع توجه المملكة في التركيز على رفض موقع هذه القطاعات الحيوية وشهد سموه خلال حفل الفعالية توقيع خمس اتفاقيات تضمنت اتفاقية بين شركة نفط البحرين بابكو وشركة تيكنيب اف ام سي بقيمة للتعاون في برنامج تطوير الشركة وزيادة السعة الاستيعابية لمصفات البحرين مما سيؤدي إلى زيادة الإرادات النفطية بالإضافة إلى تطوير معايير المنتجات النفطية بما يتسق مع تلك المعمول بها دوليا ووقع الاتفاقية من جانب البحرين معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط والرئيس التنفيذي للشركة كما تم توقيع اتفاقية بين شركة ألمنيوم البحرين ألبا وبكتل لتطوير خط الصهر السادس وبحث إمكانية التعاون المشترك مما يضع ألبا ضمن مصاف أكبر مصانع الألمنيوم في العالم ويسهم في خلق فرص عمل نوعية للبحرينيين وفي زيادة إسهام الشركة في الاقتصاد الوطني وقع الاتفاقية ممثلا عن شركة ألبا رئيس التنفيذي تيم موري ومع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكتل السيد بيرنارد بيكتل وتم توقيع مذكرة تفاهم بين ألبا وشركة جنرال إلكتريك جي إي ستقوم من خلالها شركة جي إي ببدء العمل على دراسة الجدوى الفنية والتجارية لتنفيذ رابع وحدة توربين غازي بمحطة الطاقة الخامسة مما سيسهم في زيادة الكفاءة والإنتاج في المحطة كما تم خلال الفعالية التوقيع على البروتوكول الثالث المعدل اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ويأتي ذلك ضمن متابعة تعزيز مردود اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين الصديقين كما وقع وزير الصناعة والتجارة والسياحة اتفاقية مع منظمة مؤسسات الأعمال الصغيرة ذلك للتعاون في مجال تطوير البيئة الداعمة لنمو الأعمال الصغيرة ضمن اهتمام مملكة البحرين بالنهوض بقطاع ريادة الأعمال كما تم الاحتفاء بالاتفاقية المبرمة بين شركة طيران الخليج وشركة جنرال إلكتريك في وثيقة وقعها سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج وسيد كرام باتيا نائب الرئيس لشؤون الحكومية بشركة جنرال إلكتريك وتم خلال الفعالية الاعلان عن جائزة الاتفاقية الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في نسختها الأولى والتي قدمها السيد خالد بن راشد الزياني الرئيس الفخري لمجلس الأعمال البحريني الأمريكي والسيد كوش تشوكسي نائب الرئيس الأول لشؤون الشرق الأوسط وتركيا في غرفة التجارة الأمريكية حيث فاز بها كل من شركة ألمنيوم البحرين ألبا من الجانب البحريني وشركة موندليز الأمريكية وألقى سيد خالد الرمحي رئيس المجلس التنمية الاقتصادية كلمة خلال الفعالية أعرب فيها عن شكره وتقديره لصاحب السموب الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى لدعم هذه الفعالية التي تؤكد حرص البحرين على تعزيز الشراكات الدولية في القطاعات الاقتصادية والتجارية مما يتوزى مع برنامجها لمواصلة تطوير وتمكين دور القطاع الخاص في مختلف المجالات كشريك رئيسي للتنمية والدفع قدما بعملية النمو مما يخلق العديد من المقومات الجاذبة للاستثمارات ذات القيمة المضافة وأكد السيد خالد الرمحي على حرص مجلس التنمية الاقتصادية على مواصلة جهوده في التواصل مع الشركات العالمية ودعم عملها في مملكة البحرين وتعريفها بالمقومات التي تخدم ذلك من إجراءات مطورة وتشريعات مشجعة للنمو أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليو العاد نايب القاد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء أكد أن التعاون الحيوية مع الشركات والمؤسسات الأمريكية المستثمرة في مملكة البحرين والتي تعمل مع نظراتها في المملكة ضمن شركات استراتيجية تكتسب أهمية خاصة من الخصائص التي تتميز بها العلاقات البحرينية الأمريكية الممتدة والتي تشمل نطاقاً واسعاً من القطاعات الهمة وعند لقاء سموهي في غرفة التجارة الأمريكية ضمن إطار حفل الاستقبال الذي نضمه مجلس التنمية الاقتصادية مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بكتل السيد برناد بكتل والسيدة ليندا مكمهون المدير العام لمنظمة مؤسسات الأعمال الصقيرة وسيد تود سميث نائب الرئيس لأنظمة طاقة الغاز والرئيس التنفيذي المالي لشركة جنرال ألكتريك والرئيس التنفيذي لشركة تيك نيب أف أم سي السيد دوغلاس فيرد هيرد وسيد كاران باتيا نائب الرئيس للشؤون الحكومية بشركة جنرال ألكتريك وسيد دانيل مايرز النائب التنفيذي للرئيس بشركة موندليز هذا وكان سموه أن مملكة البحرين وضمن حرصها على تعزيز البيئة الدعم للنمو توفر كافة المقاومات التي تحتاجها الاستثمارات والشركات النوعية للتطور والازدهار وتواصل تحديثها بما يوكب احتياجات ومتغيرات البيئة الاقتصادية وذلك ضمن إطار المبادئ الثلاث لرئيس البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين وهي الاسلامة والتنفسية والعدالة وقال سموه إنما تم إعلانه من اتفاقية ومذكرات تفاهم في الفعالية المقامة بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية ومجلس العمال البحرينية الأمريكية تشكل إضافة نوعية لمسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما يستفيد من القطاع الخاص فيهما ويسهم في تحقيق المزيد من المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما من جانبهم معرب مسؤول الشركات والمؤسسات التي ألتقاهم سموه عن شكرهم والتقديرهم للقاء سموه ودعمه لتعزيز التعاون الاقتصادي البحريني الأمريكي في إطار تميز العلاقات بين البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة تميزت زيارة الرسمية التي يقوم بها في واشنطن صاحب السموه الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تميزت بلقاءة مكثفة مع عدد من المسؤولين الأمريكيين كانت من أبرزها الاجتماع الذي أقيم بمقر الغرفة التجارية بحضور مجموعة من رجالات الأعمال ومماثل كبريات الشركات الأمريكية وكبار المسؤولين بالغرفة حيث تم التوقيع على عدة اتفاقيات تجارية واقتصادية بلغت قيمته عشرة مليار دولار وأخرى تتعلق بشراء مقاتلات من نوع F-16 الحمد لله من أكبر العقود الاقتصادية والتجارية في تاريخ البحرين وقعت الآن أمام صاحب السموه الملكي ولي العهد وهذا شيء يؤكد على العلاقة العميقة والكبيرة والمتنامية بين البلدين الصديقين نحن مسرورون جدا بشأن هذه الاتفاقية لشركتنا التي تهدف بالأساس إلى الترويج والتنمية في مملكة البحرين وتطوير الاقتصاد البحريني وأشار صاحب السموه الملكي خلال هذه المناسبة إلى التطورات الاقتصادية والحضارية التي تشهدها مملكة البحرين متطلعا إلى آفاق جديدة من التطور والنمو وتعزيز العلاقات الدولية على صعيد عالمي إنه لشرف عظيم لشركة ماندليز إحرازها على جائزة الامتياز لأفضل شركة أمريكية للاستثمار في البحرين وخاصة من طرف صاحب السموه الملكي لدينا خطط على مرحلتين لمزيد من الاستثمار في البحرين من خلال إنتاج منتوج سيعود بالدخل على المملكة يبلغ أكثر من نصف مليار دولار بعد تصديره إلى دول الخليج ودول الشرق الأوسط وإفريقيا نتشرف بسضافة صاحب السموه الملكي والاحتفال جميعا بهذه الاتفاقية العظيمة بخصوص العلاقات المشتركة الأمنية بين أمريكا والبحرين لوكيد مارتين تسعى دائما إلى دعم البحرين كحليفة وصديقة لنا وهذا منذ سنوات عدة فنحن جد سعداء أننا حضرنا توقيع الاتفاقية الخاصة بطائرات F-16 إن هذه الاتفاقيات تأتي في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والتي تسعى إلى تعزيزها بفضل التعاون المتين بين البلدين الصديقين والمبني على الاهتمام الإقليمي والدولي المشترك أحب دائما أن ألتقي بشخصيات جديدة من أجل تبادل الأفكار وأنا متأكد أننا سنبني معا مستقبلا أفضل وزاهر وأشد صاحب السمو والملكي ولي العهد خلال هذه الزيارة بحسن العلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة وأكد على أهمية الاستمرار في التنسيق والتعاون من أجل أفاق أهم وأوسع فيروز الكرواني تلفزيون مملكة البحرين واشنطن